من الطبيعي أول ما نتعرف على أي شخص بحياتنا يمكن نطرح عليه مجموعة من الأسئلة ويمكن أهم ما هو شو لونك المفضل تسألي هذا السؤال نور ولا أنا ما بيعني شو لونك المفضل يعني لون المفضل هو اللون الأزرق ومشتقاته أكتر شيء يمكن هذا الشيء اللي خلق فضوله عند كثير من الباحثين وعملوا عليه دراسات لحتى يعرفوا شو هي الصفات اللي ممكن فعلا يكشفها لونك المفضل عن الشخص اللي بيفضله خلونا نتابع سبب هالتقرير الألوان موجودة بكل تفاصيل حياتنا ومنتعامل معك اليوم وأحيانا منقضي ساعات ونحن عم نختار لون معين وأدما تعددت الألوان يلي منحبها بيظل عنا لون واحد مفضل ومنحب يكون بكل تفاصيل يومنا فبحث الدراسات والأبحاث لأ الخبراء النفسيين إنه لونك المفضل يعبر عن شخصيتك ومن خلال عدد من الدراسات قدر الخبراء يحددوا مجموعة من الصفات المرتبطة بألوان معينة فالأشخاص اللي بيفضلوا لون الأسود بيتمتعوا بشخصية قوية وبيكون عندهم حبلة مجازفة والمخاطرة وعندهم قدرات خارقة على أنجاح أي شيء بيعملوه وبيسعوا على طول تحقيق أجازات كبيرة بحياتهم وللكمال بكل شيء أما إذا كان لونك المفضل هو الأبيض فغالباً راح تكون شخصيتك هادية وبتمين للسلام أكثر من غيرك وبتتعد عن المخاطرة والمجازفة وبتفضل الاستقلالية بالعمل والتنظيم للأشياء المهمة في حياتك فوصل الخبراء النفسين لصفات الأشخاص اللي بيتفضل للون الأزرق فهنا بيتمتعوا بشخصيات عاطفية أكثر من غيرهم وبيميلولاً رومانسية لبتيرة وبيحبوا الأدم والاهتمام والرعاية لكل الأشخاص الموجودين بحياتهم وكمان بيتمتعوا بضقة ملاحظة كبيرة وبيهتموا بأدقة التفاصيل بعملهم ويلي بفضلوا اللون الأحمر بيمتلكوا شخصيات قوية وعندهم قدرة على التلعب بالأشياء ليحققوا أهدافهم وما بيقدروا يتخلوا عن حريتهم أبداً ويطلق على محبين اللون الأحمر مدمنين العمل ويعتبر العمل أهم شيء بحياتهم وبسعوا على طول البصول لمناصب قيادية وقال الخبراء أن معرفة صفات الشخص من خلال اللون المفضل بساعدنا على تحديد طريقة التعامل معه بشكل كتير كبير خبروا لذا كانت صفاتكم الشخصية تنطبع مع لونكم المفضل شكرا للمشاهدة